ذكرت وزارة المالية الصينية أن إرادات ومصروفات الميزانية العامة الوطنية في الصين وصلت إلى أكثر من 10 تريليون أيوان في النصف الأول من العام الجاري وأظهرت نتائج البيانات الصادرة عن الوزارة يوم الثلاثاء الساة 19 من يوليو الجاري أن الإرادات بلغت 11 تريليون أيوان بزيادة 3.4% على أساس سنوي وشملت 9 تريليون أيوان من الإرادات الضريبية بزيادة 0.9% على أساس سنوي و 1.5 تريليون أيوان من الإرادات غير الضريبية بزيادة 21% على أساس سنوي وبلغت المصروفات 12 تريليون أيوان بزيادة 11% على أساس سنوي ووصف ليو جينيون مدير مركز المدفوعات للخزانة الوطنية بوزارة المالية الصينية أن الإرادات والمصروفات المالية في النصف الأول من العام الجاري مستقرة بشكل عام وفيما يتعلق بنمو الإرادات غير الضريبية عزليو ذلك إلى زيادة الإرادات غير الضريبية بنسبة 62% إلى دخل عمليات رأس المال الحكومي حيث زادت المؤسسات المالية الحكومية والشركات الحكومية أرباحها التي تم تسليمها إلى المالية المركزية ترجمة نانسي قنقر